السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هاد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات إمداد الفؤاد الإغاثة الإيمانية القرآنية الحقيقة يمكن في الحلقة الماضية والحلقة التي سبقتها يمكن إحنا كنا متكلم شوية عن فكرة لماذا الإغاثة الإيمانية يعني دواعي أو دوافع إن إحنا نكون محتاجين لإغاثة إيمانية والحيانة قلت أن لا يمكن لنا أن نتخيل إلى أي مدى إحنا نحتاج إلى إغاثة إيمانية إلا لما نستمين الأزمة البنائية الأزمة المنهاجية اللي إحنا فيها الأزمة الإيمانية اللي إحنا فيها الأزمة الفكرية اللي إحنا فيها آثار ما فعله يعني الكفار والفجار لا سيامها يعني ما فعله الاستعمار احنا محتاجين الحقيقة اننا نستمعين الامور دي كل هذا الكلام اللي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية اللي احنا سميناها اثار الاستعمار او الحلقة اللي قبلها اللي كلمة فيها عن الازمة الايمانية هاي كل الكلام ده ممكن ما كانش يبقى ازمة اوي او ما كانش يبقى ازمة ضخمة لو كنا احنا يعني مستعدين كفاية او جاهزين كفاية لموجهته لو كنا قادرين على موجهته لان احنا دايما بنقول في مواجهة المؤذيات احنا دايما هتسمع مني كتير كلمة مؤذيات ومغذيات مؤذيات ممكن نعتبرها مصادر المعرفة الضرة الاشياء الضر اللي جاي بس ضرة بايه انا بكلمش انا على الضرر لعلى مستوى الابدان وانا بكلم على الضرر تحديدا لعلى مستوى الايمان ومغذيات زي الابدان بالضبط مليها في مؤذيات تؤذي الابدان وفي مغذيات تغذيها فبرضو كذلك الايمان الايمان في مؤذيات تؤذيه وفيه مغذيات تغذيه دائما المغذيات احنا محتاجين لها إبعاد محتاجين إبعاد محتاجين اتقاء لها والمغذيات احنا محتاجين إمداد أو محتاجين إرواء بيها يبقى هنا إبعاد واتقاء بالنسبة للمغذيات وهنا عايزين إمداد وإرواء بالنسبة للمغذيات خلاص؟ إن أهم المغذيات على أطلاق الماء عشان كده احنا بنتكلم في الإرواء طيب فاحنا في الحقيقة محتاجين ايه؟ محتاجين داو دا فإيه اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت اللي قبلها؟ ان احنا عندنا يعني فعلا موجات عاتية من المؤذيات عواصف عنيفة من يعني عواصف قواصف كمان من المؤذيات احنا عندنا سهام بتوجه ليل نهار يعني ماكر ريل نهار من المؤذيات دي استد هذا الكلام قلنا بالنسبة للأمة في مرحلة الاستعمار تحديدا او الاستخراب السنور دا وازداد بقى كمان مع العالم المفتوح مع العولمة لان طبعا العلمانية بعد كده خدمتها اول عولمة العولمة خدمة العلمانية العالم قرية صغيرة العالم غرفة صغيرة العالم جهاز صغير العالم برنامج واحد عليه مثلا 3 مليار ولا 4 مليار انساء يعني العولمة دي خدمة العلمانية جدا هذا العالم المفتوح بكل ما فيه للأسف الشديد لا خدم العلمانية أكتر فإحنا أصبحنا في الحقيقة النهاردة لا في أزمة ضخمة هذه الأزمة الضخمة هذه المؤذيات تحيط بنا من كل جانب تتربص بنا الدوائر طيب كل الكلام ده ما كانش ممكن يبقى أزمة لو إحنا كان عندنا ثقة التعامل مع هذه المؤذيات لو كان عندنا إمداد كافي من المؤذيات المؤذيات إن إحنا نعمل إيه فيه ثلاثة استراتيجات ده ما نأكد عنهم المنع الممانعة المناعة المناعة نعرف إنها نمنعها خلاص الممانعة لو كسر عاجز المنع فتبقى الممانعة نمانعها مش نرفضها نردها ولو كسر عاجز الممانعة نقدر إبقى عندنا مناعة ضدها بتاع الوقاية والحماية زي ما حصل مع سيدني يوسف امتنى عن استراتيجية المنع فيما تعلق بالفتن اللي تأتيه من هذا المجتمع الذي كان فيه خصوصا وهو في قصر العزيز وخصوصا مسألت المرأة طيب بعد ما كسر هذا الجدار وغلقت الأبواب يجي جدار الممانعة مانع على قد ما يقدر كسر هذا الجدار خلاص همت بيه وهم بيها يجي المناعة لو لا الرأى برهن يجي المناعة الإيمانية فممكن إحنا لو كان عندنا استراتيجات التعامل مع تلك المؤذيات منعا وممانعة ومناعة وتحديدا كمان أنا بأكد على على مسألة المناعة لأن كنت دايما نقول البدء بالمنع شيء رائع لكن التعويل عليه شيء مروع لا يعول عليه يمكن البدء به لكن لا يعول عليه يستصحب ماشي دايما بس التعويل كله على الممانعة والمناعة لأن جدار المنع بيكسر كثيرا كثيرا ما يكسر جدار المنع حتى بتلقينا اختبار الإنساء إحنا لأسف شهيد كل جهودنا كانت مركزة على مسألة المناعة وكنا بنحط الأولاد في أتون الفتن والمشاكل أو بنحط أنفسنا في أتون الفتن والمشاكل ونبدأ ساعتها نقول إحنا عندنا مناعة كافية عندنا مناعة كافية الحقيقة ممكنش عندنا مناعة ولا مناعة الكافية فبتيجي هذه الأشياء يعني للأسف هذه السهم يعني إيه توجهت إلى نحورنا للأسف الشديد بتسكم في قلوبنا أنا أبقى ليه بأستفيد في هذا الكلام إحنا عايزين فعلاً عايزين عايزين نتبصر بالإشكال يعني إحنا عايزين فعلاً لا إحنا عايزين نفهم مسألة كويس عايزين نعرف من أين أقتينا من فين جات الأزمة منين جات الأزمة هذه الأزمة الإيمانية منين وصلنا للحالة اللي إحنا فيها محتاجين لإغاثة إيمانية عشان كده معلش تحملونا محتاجين هذا التبصر على التصبر محتاجين تبصر على التصبر عزر محتاجين هذا التصبر على التبصر سامحوني محتاجين هذا التصبر على التبصر نتصبر عشان نتبسر على ان احنا نتبسر عشان ان احنا نفهم مهم فالشاهد يعني اللي قصوده هذي الحال التي وصلناها فيما تعلاق بالمؤذيات كانت ممكن الامور تكون هيينة لو احنا كنا عندنا فقه التعاون بالمؤذيات بشكل كويس منعا ومماناعة ومنعا وكنا ان احنا كمان بقى يكون عندنا المغزيات بنعرف كويس نعمل امداد بيها او استمداد ليها او ارواء بيها او ارتواء بيها اه لا احنا لنجحنا في الابعاد والاتقاء بتاع المغزيات ولا نجحنا في الامداد او الاستمداد او الارتواء بالمغزيات وده اللي فجر الازمة بشكل كبير جدا وانا بأكد على هزي المسأل ان الاسف الشاهد النهاردة اشوفه على مستوى الزات انا كبني ادم هو هل انا عندي فقلا ارواء بالعلوم الايمانية امداد بالعلوم الايمانية وخصوصا الوحي تحديدا القرآن والسنة بشكل حتى يعني اقول يعني زي اللي بيحصل في العلوم العمرانية مثلا في الدراسة مثلا والمذاكرة والطب اسف لا انا كشخص على مستوى الزات ان عندنا اهمال اه مفزع ومروعة للعلوم الايمانية دايما نقول ايه اه كنا يعني شرحنا دورة كيه لطلبة دايما نقول ايه لما نخلص ان شاء الله هنبقى ندرس في الاجازة لما نتفرغ او مثلا نكتفي بحفظ القرآن وحكاية تم زي الفل وحفظ اللفظ مش هيزعف ما يزعفش ايمانية فالاسف الشديد احنا احنا على مستوى الذات احنا نفسنا ما ياخدناش هزي المحاولات طيب على مستوى البيوتات المؤسسات المجتمعات الاسف الشديد ما تمش الامداد الكافي الكافي ما فيه امداد بس هو مش كافي ما يقدرش ما يديش الانسان الصلابة والصمود هي دي الفكرة الصلابة والصمود في مواجهة تلك الفتن والمحن والزمن يعني هو ما عندوش هزي الصلابة هزي الصمود زي ما قلنا قبل كده في الاول خاص اول حلقات عنده هشاشة فما مزودناش بما يكفي طب واحد اكتور نزوده نعمل له ايه يعني احنا نقعد بقى مش عارف نصبه يعني خرصانة نعمل له حديد مسلح لأ الخرصانة هو حديد مسلح فعلا حرفيا في القلب هو فعلا وحي كل ما امداد القلب ده بالوحي يزاد كل ما كان فعلا في هذه الثالة كل ما انتقلنا من القلب الاسفنجي للقلب الزجاجي اللي كان شرع ليه شيخ السلام تيمين لما في وصيته من القيم اللي هو كان بيقول من اعظم ما نفعه الله به من وصايا شيخ السلام تيمين انه وصن قلبه ما يكونش زي الاسفنجة قلبه يكون زي الزجاجة قلبه يكون زي الزجاجة الاسفنجة في الحقيقة اي حاجة بتيجي بتعلق بيها وبتنصبغ بيها وبيبقى صعب الرؤية من خلالها انما الزجاج لأ الزجاج فيه دايما من ثلاث صادات انا بأكد عليهم فيه الصلابة وفيه الصفاء وفيه الصقل فهو صلب مش سهل حاجة جزي الاسفنجة بيقطعاتها مع الضغوط صلب في موجيتها ما يسيقون ده الصلابة والصمود وفيه الصفاء انا قدر نشوفه من وراها وفيه الصقل حتى لو اصابه شيء بيروح والحقيقة يعني اؤكد هذا الكلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا اذنب نكت في قلبه نكتت من سوداء فاذا تاب ونزع استغفر سوق لقلبه وكأن القلب الحقيقة الفطري او السليم هو في هذه الحالة الزجاجية في حالة الزجاج وبرضو لعله يعني يشير اليه ويشي به الله نور السماوات الارض مثلا نوره كمشكاد فيها مصباح المصباح فيه زجاجة الزجاجة كناكو كبندري وكثير من المفسرين بيقولين ده تشبيه لقلب المؤمن قلب المؤمن قلب يعني تشبيه لقلب القلب عامر بالإيمان وحاضر فيه القرآن يعني مثل نوره يعني نور القرآن في قلب إنسان مسلم هذا النور ماشي فيه زجاجة فهذا تشبيه لطيف جدا وراء فالأسف في القلوب النهاردة ما في هذه الحالة الزجاجية لا في حال الإسفنجية ما أقصدش الزجاج في الهشاشة لا أقصد الزجاج الصلب الصامد فالأسف الشديد إحنا قلوبنا وولدنا بهذا القلب الزجاجة بس الأسف الشديد مع الوقت بيستحيل لهذا القلب الإسفنجي لو صح التعبير فلذلك لأسف إحنا ما عندناش فق التعامل مع تلك المؤذيات وما عندناش ما ينبغي فيه التعامل مع المغذيات في استمدادها في الإرواء أو الارتباء فده عمل ده كان على مستوى الزجاج أنا كبني آدم ما أعاملش كده أنا مهتم بالعلوم العمرانية وبدرسة متوزيل فل ومهم للعلوم الإيمانية خصوان العلم الوحي وزي ما قلنا كده لأما بيجي نشغل به يحفظ قرآن يسمع بعض المحاضرات كده المتفرقة بشكل مش بشكل مش في صورة بناء في صورة فوضوية وخبطة عشواء فما بتغنيش شيء فبتبقى حالة اللي تواصفت في القرآن بالحالة الزبدية يعني فأما زودة في زوجة فأنا ما ينفعوا ناس في مكث في الأرض اللي تواصفت في السنة بالحالة الغثائية ولكن يكون غثائهم كغثاء السيل والزبد والغثاء لا صموضة لهما في مواجهة الزمن والفتن والمحن من غير حتى فتن ومحن هو خلاص هيروح لوحده فهذه الحالة مش مطلوبة في المسلم هذا المسلم يتم تصنعات قلبه بهذه الشكل هو على مستوى الزات لا كمان مهم للإمداد بالعلوم الإيمانية والإمداد بالوحي معاني الوحي فأهمنا تدبرنا اتباعا ونشوف تأمل ايه المعاني الوحي في قلبه احنا نتعرض لمسألة إن شاء الله في السلسلة ففي الإهمال لهذه المسألة هنشوف ازاي فقلا القرآن هو كتابه الإيمان الأول هنشوف ازاي بيأمل كده فقلا فهو المهم لهذه المسألة لمعاني الوحي وفي نفس الوقت بقى على مستوى بيجي نبص بقى على مستوى المؤسسات بشكل عام المؤسسات بشكل عام بقى على مستوى البيوتات على مستوى المجتمعات لا هي المجتمعات ماشية في نفس الركب الذي صنعه لها الاستعمار لأسف شريد اهتمام ضخ بالعلوم العمرانية والعلوم الإيمانية يعني فالتعليم العمراني تمام تمام زي الفل والدنيا المتنبيه حيو جد والتعليم العمراني ده زي ما قلنا معزول مفصول التعليم العمراني ده ما هواش في خدمة الإيمان ما هواش محكم بالإيمان بالعكس يعني ربما يكون لا بيبعد عن الإيمان مش محكم بمركزية التوحيد إنه معمول في حساب الله مش محكوم بمركزية الوحي مش محكوم بمركزية الآخرة فده ده التعليم العمراني ففيه تهم كبير من الأسرة من البيوتات ونستعملوا التعليم الإيماني بيبقى عشان خدمة تعليم العمراني بقى في خدمته الولد يففز كران عشان ينفعه في المدرسة عشان البركة مش عارف يروح صلي يا ابن عشان عندك امتحانات كده فالبيوتات كده والمؤسسات كده والمجتمعات كده يعني لا أنسى مرة طبيبة كنت في محاضرة في الأسكندرية وقالت لي إيه ده لالتنين والأولاد أختي يعني خير ملقى ربنا يكريم ويرزقهم زودة صالحة يؤثر لهم في عملهم إيه ده لهم ده والدهم إنسان ملتزم ملتح والدهم منتقبة بسهم الاتنين الحدو واحد فيهم طبيب مش عارف ايه والتاني طبيب ايه يعني المفترض في تعليم أعاد تحذرها ويروحوا الجامعة المش عارف ايه الجامعة الايه قالت أنا كي جابا حفظه مرة القرآن أنا كي جب أعمل كذا ما بمسايفوش فالتعليم العمراني حتى ولو كان هيئز الإيمان مش مشكلة ما بمسايفوش مهتمين بهذه تعليم العمراني ومهم لي تعليم الإيماني وبالتئkenntهم مؤسساتهم المقتبعد وأيسلتهم في وقت شخصها مستور الزاد كده والمقدمينه والعكس حتى لو أتعارض مع التعليم الإيماني مش مشكلة بل أصبح التعليم الإيماني في خدمة تعليم العمراني التعليم الإيماني ده بقى نفسه هو في مشاكل يعني التعليم الإيماني زاته في مشاكل كانت برضو خلاص مش مشكلة تعليم العمراني هيسوعي فين شاء الله تعليم الإيمان لا في مشاكل في تعليم الإيمان المشاكل دي اللي حاصل فيه بالضبط إزاي هو ما يقوم بدوره ده إن شاء الله نتعرف عليه في الحلقة قادمة نقدر الله اللقاء والبقاء أقول قل لهذا أستغفر الله لي ولكم ولكم سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد الآن أستغفرك أتوب إليك ترجمة نانسي قنقر